اشتركوا في القناة المنتخب الوطني في الدقيقة السابعة قبل ان يضيف مدافع غان الهدف الثاني للخضر بنيران صديقة الهدف هو الثالث للمنتخب الوطني سجله مهاجم الخضر اسلام سليماني رافعا رصيده من الاهداف الى اربعين هدفا في صدارة هدفية المنتخب الوطني عبر التاريخ هذا وسيطير الخضر غدا مباشرة صوب العاصمة الكاميرونية دولا من اجل الدخول في تربص اعدادي ثاني تأهبا لمواجهة سيراليون في الحادي عشر من الشهر الحالي الخضر بفوزهم اليوم واصلوا سلسلة نتائج الايجابية في عدد المباراة بدون هزيمة بوصوله من المباراة الرابعة وثلاثين بدون خسارة اشبلوا بالماضي باتوا على بعد مباراة واحدة من اجل معدالة رقم البرازيل واسبانيا بخمس وثلاثين مباراة بدون هزيمة فيما يبقى الرقم القياسي في حوزة المنتخب الايطالي تعرفوا طبعتوا الحالية من كان الكاميرون اكبر تمثيل عربي منذ تاريخ انطلاقها النسخة الثالثة وثلاثين من كأس امم افريقيا ستعرف مشاركة سبع منتخبات عربية في المنافسة التي ستقام بأربع وعشر منتخبا بدل ستة عشر ويشارك في كان الكاميرون كل من منتخب الجزائر حامل اللقب المنتخب التونسي منتخب مصر موريطانيا السودان جزر القمر والذي يشارك لأول مرة في تاريخه اضافة الى منتخب المغرب رشح الدولي الجزائري رامي بن سبعين منتخب المغرب وسينيغال الى جانب الخضر للتتويج بكأس امم افريقيا التي ستحتضنها الكاميرون بداية من التسع من الشهر الجري بن سبعين وفي تصريحات اعلامية قال بان المغرب وسينيغال الاوفر حظا للتتويج بلكان مؤكدا في ذات الوقت ان مهمة المنتخب الجزائري تبقى الحفاظ على اللقب القاري رغم صعوبة المأمورية لاعب بوليسيا مونشنغ لطبخ الالماني قال بان الناخب الوطني جمال بالماضي اعطى دفعا معنويا كبيرا وانضباطا للخضر وهو ما جعل كتيبة المحاربين تحقق كل هذه الانجازات تواجد المدافع والدولي الجزائري يوسف عطال نجم نادي نيس الفرنسي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة افضل ظاهرين ايمن في النصف الاول من الموسم بالدور الفرنسي وذلك بعد تألقه في الجوالة الاخيرة من الليكا ونشر الحساب الرسمي للدور الفرنسي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة يدعو فيها الجماهير للتصويت على افضل ظاهرين ايمن في الليكا والتي ينافس فيها عطال المغربي اشرف حكيمي ختما وفي الشأن الدولي كشف نجم الدانيماركي كريستيان ايريكسن عن طموحه في المشاركة في كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين بعد تلقيه الضوء الاخضر للعودة الى الميادين بعد تحسن حالته الصحية وذلك اثر تعرضه لسكتة قلبية خلال كأس امم اوروبا الاخيرة ايريكسن ورغم انه خضع لعملية تركيب اجهزة لتنظيم دقات القلب الى انه ابدى رغبته في لعب مونديال قطر في حال ما استدعاه مدرب المنتخب الدانيماركي جدير بالذكر ان ايريكسن فسق عقده مع الانتر وذلك بناء على القوانين الصحية المعمول بها في الكالتشو بهذا مشاهد الافاضل نكون وقد وصلنا الى ختم اخبار الرياضة كل التوفيق للمنتخب الوطني في كانال كاميرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة